اهلا وسهلا بحضراتكم معودنا بعد الفاصل نورنا وشرفتا المفكر الاستراتيجي الكبير الاستاذ الدكتور اللواء سامير فرج مسائل خير يا سامير بيه مسائل خير ازاي ما عليك طبعا شاكلين على تلبية دعوتنا ودايما بنسعد بيه وجود حضرتك علشان نفهم ونقرأ المشهد بالشكل اللي حدايك دايما اتعودت ان انت تبسطه لنا كده بشكل وافي اهلا وسهلا العالم والمنطقة كلها دلوقتي بتبص على اللي حصل في امريكا اه بعد الانتخابات ووصول الرئيس المنتخب ترامب اسمه كده النهاردة صح المنتخب ترامب الى البيت الابياد يوم عشرين يناير الخادر اه هو يتسلم عمله رسميا اه وعن كده معنا هو الاول بس قبل ما حركت شرح لنا هلاك كنت متوقع فوز ترامب اه اه انا كنت متوقع فوز ترامب بس ممكن كتبت مقالة في الاهرام بتاع الوزباع هل ممكن ان تفعلها كاملا اه لان يعني يعني هنا حدريك بتؤكد ده الاحتمال البعيد البعيد انه هامل انما هو ترامب كان حينجح وحننوح يعني الوقت حنحلل ايه اللي حصل كويس و تمام نبص على اول خريطة اول لوحة بتقول لنا النتائج للنهاية بتاعت الانتخابات اه النتائج الانتخابية بتقول لنا اللون الاحمر ده اللي هو ده اكتساح ده اكتساح الجمهوري و اه النهاردة انت عارف كنت كان كان اهمية انا حضرت كذا طبعا مقابلة ومداخلة اه كنا بنتكلم كان فيه الولايات المتأرجحة السبعة مظبوط قال لك اي واحدة اتنين تراتة مين ده مرادة خدهم كلهم صحيح السبعة السبع المرادة متأرجحوش متأرجحوش خدهم مين فتشوفوا الصورة انا عارش مش عندي هنا مش باينة معرفش هال باينة ولا لأ فالصورة باينة اهي اي واهي باني اهي فشوف الاحمر ده كله ده ترامب و اه راحت هي اخده الولايات اللي على الاطراف مظبوط دايما الديموقراطيين بياخدوا الولايات الاطراف اللي هما الاغنية انما المرادة بص الميد ويست بيسموها الوسط الامريكي اللي هما المزارعين والكلام ده اكتسع فيه ترامب مظبوط لحد اخره من النهاردة لسه اريزونا قبل ما نيجي اخر السبعة كده اقفل الموضوع صح مشكلة التانية بقى الصورة التانية في امريكا ان حتى الحزب الجمهوري بتاع ترامب راح اخد الكونجرس مجلسين الشيوخ والنواب مظبوط اخدهم الاثنين فبقت النهاردة يعني الحزب هو كاسب فالنهاردة اي قانون حيعمله حيعمله هنا سمير بي بيتكلم على فكرة الاغلبية اللي موجودة في المجلسين الشيوخ والنواب اي رئيس امريكي بيبقى مبسوط جدا وسعيد جدا وسهلة جدا مهمته لما يكون المجلسين غالبيته من نفس الحزب اللي هو بنتمي إليه بالظبط فالنهاردة هو جد كمان كارثة تانية وهي المحكمة العليا من تسع قضاء كلهم طبعا يعني جمهوريين فالنهاردة الناس بتسأل يعني بقى اللي بتقال في التلفزيونيات والتحليلات ده كده حيبقى ديكتاتوه لانه حيجمع في ايده كل السلطات اللي موجودة اه فلكن هما بيقولك ان امريكا فيها الدولة العميقة برضو مش هتسمح له لانه هناك ولايات وهناك فدرالية وهناك اه برضو مثلا اعلام بينتقد ولكن النهاردة بس الحقيقة ممكن يعتبر الحقيقة انه السجادة مفروشة يعمل يعمل يستبدو يستبدو بقى دكتورو براحة بالظبط حقيقة مفيش حد يقافه انما انا بقولك النهاردة كل السلطات الثلاثة في ايده ده انا شفت يعني اليومين اللي فاتوا بس يا دكتور سمير وهو لسه مبقاش رميس هيستلم زي ما حقولنا عشرين عمال ما كانت قرارات ما كان انا حكزا وحلغ الضراب على كزا والناس كزا ما بيهزرش هو رهيب طيب الناس بس برضو هيستعرف ايه اللي حصل ده اعنا من اسبوع اه ومتقاربين والمرة دي بقى اعلانتلك مرة ده فوق ومرة ده تحت طب طب ايه اللي حصل ايه ايش معنى ده كسب واشمعنى دي خزرت نقول اول حاجة ايه الاسباب نجاح ترامب فضل اول حاجة انه الرجل ده انت بتقول بس من اول ما نجح ده بله اربع سنين شغالة على الانتخابات من ساعة ما خزر الانتخابات التانية وهو كل اسبوع او شهر على الميديا وعلى الاعلام وانا خسرت وبعد يطلعو بقى تعالى انت عندك توم اتخذت وسائق سرية وديتها ببيتك وعن انت فاهم اربع سنين شغال لصالح الانتخابات صح ما بيونش الحاجة التانية انه حصل على دعم من القوى الميد ويست فاكر اللي احنا قلنا عليها صح اللي هو الاوسط الامريكي خدوا كلهم ودول اللي هو اعظمه مناطق ريفية ريفية اللي بيزرعو انت عارف امريكا بتاعي اكبر امحو اكبر كلهم امطار جاية في كل دولة بتوع المزارع انما اطراف امريكا اللي هي زي مثلا كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك دول البزنس مين بقى والاسرياء الله يناور عليك صح فدول تلو عمرهم كده لكن هو اتسح المرادي الحاجة التانية الناخبين اللي هم بتوع اللاتين امريكا جاء جولوا المرادي انت فاهم ورغم ان كان كل ودي الحاجة كانت غريبة مش كده برضو احنا كلنا ولسه بقى ما اتكلم عليها اي عملت ايه وبعدين برضو الناس كلها كانت بتقول ان هو في الاربع سنين بتقول احسن اقتصاد في تاريخ امريكا هو هو رجل اقتصادي مصبو فبالتالي الناس بتقول هو حيجي حينعيشنا ده هو لسقاطه الكورونا انت فاكر مفهوم انما كان احسن اقتصاد عمله قالك ان طبعا في عهد طبعا جو بايدن المهاجرين جم وقالك المعادل المعادل الجريمة تأثير في امريكا هو طبعا اول ما ييجي اول ما هستلم حيطرد حتى قبلك هتتكلف من يارات لكن حيطرد كل المهاجرين الغير شرعيين كويس طيب تعال نشوف كاملة هارس فشلت ليه اول حاجة انا صعبت عليك يعني هو بالقى اربع سنينة بيعمل حاملة انتجابية وهي مية يوم في اخر اخر اليام اطلعها انا فكرة فيك ناس كتير يا سيادة اللي هو شايفين ان هي عملته ده اعتبر انجاز ده انا انا بعتبر في تلات تشهر في تلات تشهر يعني مية يوم يا جماعة تعمل الكلام ده ده واحد فما خدتش الفرصة ده اربع سنين لا ولو رصيد سابق الحاجة التانية هم بيدوموا الرئيس الامريكي انه تأخر انه يدخلها رغم انه كان عندها فرصة كويسة جدا البنت دي امها هندية طبيبة هندية هاجت من الهند جايت امريكا بتدرس كانت سرغان السادي وخدت الدكتوراه اتجوزت ولد من امريكا الجنوبية يعني هي ملقاش دعا خلية جنزور امريكية صحيح ولما البنت بقى عندها نشر 13 سنة ابوهم ما اطلقوا فالبنت عملت ايه اشتغلت في محلات مكدونالد وكانت بيتمسح الترابيزات وتغسل لطباق فدي خدت سابورت من الطبقة الفقيرة جدا يعني قلت لهم انا منكم الراجل ده مليونير مش حاسس بيكو انت فاهم مليونير ايه رايس مليونير ده بقى دلوقتي فقير مليونير ده بقى فقير فترام بقى شوف ده السلطة مش حاسس انا اللي حاسس بيكو صحيح ورغم ذلك طب الحاجة التانية يوم ما اعلنت الانتخاب كان اول مرة الشعب الامليكي شوفه دايما كنت تبقى جو بايدن بمسافة انت عارف لما يقولك الكمبارس الصامت اللي بيبقى في الصورة صحيح انه قاعد ترشيح بايدن ده صحيح يعني كان يدوبك الاربع سنين يخلصه اخلصه وهو كويس اقول دلوس عايش ويه كنا نشوف بقى يا امه كامل يا امه حد حد تاني ييجي يبدأ البداية من اول السنة ايه انما انا بقول انها تحملت خطأ الحزب الديموقراطي صحيح وآ بيلوسي النهاردة اللي كانت رئيسة نانسي بيلوسي قالت اه لحنا فعلا غيرتنا كان لازم زي ما انت قلت كده من اول يوم الراجل دا نقوله متشكرين وكفاية سنة كبر صح وان نختار حد فهي بتقول فلا عشان كده بقول انها تحملت يعني هي في النهاية ضحية ضحية وليست انما هي انا كنت متعاطف معها لكن كنت عارف مين اللي حينجح كويس طب السلطة هتتسلم ازاي عشان نبقى عارفين هو النهاردة زي ما انت قلت هو ايليكتر بريزينت هو رئيس منتخب ولكن هو يوم ستة يناير الكونجرس حيعلن رسميا انه من الفائز بالارقام والاعداد بعد ما يرجعوا صحة كل الاسواق كل الارقام اللي فاتت دي كلها تتراجع يوم ستة كويس يوم عشرين يناير وده كل ده محسول ده يوم تاريخ في امريكا يوم عشرين يناير في اي رئيس هيحلف اليمين صح ويخش المكتب البيضاوي في البيت لابي وهو بيسموه يوم التنصيب يوم التنصيب هيحلف اليمين وبعدين يدخل المكتب وهنا بقى يبدأ يمارس رئاسته وتنتقل له اهم حاجة عندهم عارف ايه بقى ايه الحقيبة النووية اه حقيبة اللي فيها الكود الكود بتاع هيعودوا مع بعض وتبدأ مجموعة من عند ترامب تدخل البيت لابيض عشان مش مقول يوم عشرين فجأة لا نفسه أنا رئيس دولة صح فحيبدأ من دلوقتي ياخد الملفات الهمة الحيوية يبدأ يستلم التقارير لان كل يوم مسلا اي رئيس جمهورية في العالم بتروح له في اليوم اربع خمسة تقارير تقارير السي ايه الدنيا في ايه في العالم فكرنا ايه فمن دلوقتي حيبدأ ترامب من يوم الاربع اللي جاي يبدأ تسليم وتسلم تسليم وتسلم بتاع السلطة بشوف قد ايه عشان ياخد وقته في هذا الكلام عشان بحصلش دروب دروب وده برضو نظام كويس يعني حقيقي طبعا 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 فعل لما فاز ترامب تمام اوكرانيا اولا الكلام ده ده الصحف العالمية قالته ولكن معظمه سياسي خلاص انا هنتقده بعد كده اوكرانيا قيت لك سليزينكي اه اوشيد بنهج ترامب لتحقيق السلام طبعا انا اعرض انا بقى عارض الكلام ده تماما في اتنين يوم ما ترامب كسب اعتقد جالهم لوصة سليزينكي وحنتكلم بعد كده ليه وابي احمد بتاع اسوبيا ياه ابي احمد ونقولها لاننا مش حاجلها بعد كده ليه ليه ترامب بقول ارجعانا لانه كان متعاطف معانا ترامب ففي الفترة الاخيرة قال ان مصر لها حق في مياه سد النهضر تمام وقبل ما يمشي بثلاثة اشهر راح جايب وزير الرأي المصري والسوداني والاسيوبي وقعدوا ثلاثة اشهر في وزارة الخزانة وصلنا الاتفاق تمام واحنا ماضينا مظبوط وهو ترامب كان بيدغط على الجنب الاتفاق عشان نقلق فقبلها بيقوم عرفوا ان ترامب سقط فبتوقع اسوبيا مش يوم فعشان نما يجي هستقد النهاردة ابي احمد حيبقى في مواقف يحصد ليه سليزينكي طبعا هنتكلم عليه روسيا طبعا سعيدة جدا بفوز ترامب وحنقولها بعد كده ليه الصين طبعا بتقول هنتعامل معا بصين من احترام ولكن لان انا مش هقول الصين بعد كده ترامب هيدغط على الصين الفرر الجاية وحيفرض رسوم كبيرة جدا على المنتجات الصينية في امريكا ما اخد بال حضرك هو بتاع البزنس ودولارات جالهم بس بس فهدبقى حرب اقتصادية حرب اقتصادية صحيح الاتحاد الاوروبي هنا كاد بين انه يعني اه بنشدد على التعاون لكن الاتحاد الاوروبي كله والناتو قلقانين من ترامب قد بالحرك هنا مش عرف حترجع لها ولا لا عشان لو ما رجعتناش اسأل حرك فيها دلوقتي على علاقة الاتحاد الاوروبي لانه ترامب بسبق اعتقد خلال شهر ولا حاجة قال لم يكسب قال كده قال انه لو الاتحاد الاوروبي يدوره الكبيرة ما دفعت ليش تمن تأمنها انا مليش دعا بيه ده صح هو بيقول ان كل دولة في الناتو مفروض تدفع خمسة في المية من الدخل انت كنت الاول بتستهبله مستعملين علي لا يا تدفعه يا برا شكرا ولذلك النهاردة اه الاتحاد الاوروبي الان حل في الناتو الان خد بالك يعني فدي زي ما انت كواس قلتها المهم ايران والكلام ده كله هنقوله بالتفصيل بعد كده نخش على والاحتلال برضو اسرائيل هلسه انا جيل اسرائيل بش تفصيل بقى تفصيل بقى طيب ترامب هيعمل ايه الناس كلها كانت فرحانة لانه قال لك ايه انا لو كنت موجود لها كانت حرب غزة قامت ولا الحرب بتاع روسيا اوكرانيا قامت ولو انا واجهت من اول يوم هاوقف الحربين فالناس كلها عايزة سلام خلاص طيب نشوف هيعمل ايه اول حاجة نشوف نتانياه بقى اول حاجة نتانياه لازم نعرف انه هو الصديق الصدوق لمين ترامب تصور لحد مبالح كلمه كم مره خمس مرات نتانياه ده لسه قبل منزل خمس مرات نتانياه تكلم ترامب خمس مرات في اليوم لا لا من ساعة ما نجد اه من ساعة ما اعلن فوز اه مرضو كتير ايوه طبا كتير جدا هم اللي بقى الرئيس هعمل ايه طيب نتانياه عايز يعمل ايه المرة اللي جاية الفترة اللي جاية اه ده تحليل الشخصي اي واعتقد انه صح لن يتوقف القتال في جنوب لبنان قبل يوم 20 يناير احنا بنكلم على جنوب لبنان مش غزة لا ما غزة خلاص طريقة تمام خلاص لن يتوق ليه بقى انه اولا نتانياه عايز يدمر القوة العسكرية الحزب الله وليس تدمين حزب الله عشان ما حاجش فهمني غلق حزب الله مش هيتدمر ولا حماس هتدمر لكن حماس تم اضعاف قوة العسكرية هو لن يترك مكانه او يعمل سلام الا قبل ان يدمر القوة العسكرية لحزب الله حزب الله بيعتبر المؤسسة الوحيدة اكبر مؤسسة عسكرية في العالم غير دولة الاف السواريخ اه بعيدا عن جيوش الدول معنا جيوش اه هي الاف السواريخ الاف المسيرات صحيح فعشان يهلق يهدأ باله طبعا مش ده تفكير يا جماعة انا بقوله هو بيفكر ازاي عشان ما حاجش يخد عليه وقولك ده لا 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 احنا مع حزب الله قبرا مقالبا انت بتشر عدلاتي كيف يفكر نتانياهو نتانياهو بيفكر ازاي ان فرصته مش هيسيب الدنيا الا لما ينهي القوة العسكرية لحزب الله خلاص ودي هيسيبه امتى لخمسة عشرين ليوم عشرين الحاجة التانية عشرين يناير عشرين يناير ازا هيدمر القوة العسكرية نمرة اتنين يرجع حزب الله لما بعد النهر اللي تاني وحننشوف الصورة بعد شوية حاجنا خلاص الحاجة التانية هو ليه عشرين يناير عشان يدي الفرصة لحبيبه نتانياه اه اه ترامب ان هو اللي عمل السلام ما لو السلام اتعامل النهر ده هتحيسب لمين لجو بايدن او لجو بايدن اه اه نتانياه بس مين في امريكا صح بايد لكن النهار ده انا ما اخليها لبعد عشرين يناير يعني يعمل اللي هو عاوزه ويدلي الحبيبه اللقطة بالظبط السلام برضو لما بيكون في اتنين انتيم مسكين بلا بلاد اه بقول انتيم بيعملوا كده تمام ده كيمو انتيمو اه طب اه ممكن بقى في اللحظة دي الايام اللي جاية ممكن تحصل تفقية سلام صغيرة تمام اربع تيام عشر تيام ليه عشان اخد الاشرة والرهائن اللي عند اسرائيل اه مفهوم اللي عند حماس تمام يعني لو لقينا اه اه يقول لك انت قلت مفيش سلام لا انا قلت السلام النهائي في المنطقة مش هيتم الا بعد يوم عشرين لما ترامب يقعد على الكرسي وينسب السلام لمين مين اللي حقق السلام ترامب ترامب خلاص عايز اقولك حاجة قبل ما نسيب نتانياهو فضل هتجدها صعبة شوية فضل نتانياهو ليس من صالحه دلوقتي ان يعمل سلام دائم وياخد كل الاسرة الرائن اللي عند حماس معقولة؟ مش من مصلحته مش من مصلحته ازاي اه اقولك ازاي اه النهاردة الارقام مش محدودة لكن اخر رقم الصبح حتى انا اكدته مية وخمسة رهينة اسرائيلية عند حماس كويس انا بقولك ان المية وخمسة دول نصهم قتله جسس قتله ايوه ومين اللي قتلهم الاسرائيليين اه بالقصف بالقصف فالنهاردة لو استلم دول بالكامل وبقى فيه عندك ستين جسة دخلوا اسرائيل بكرة اللي شرعه الاسرائيلي الله ده كانت ده كان جو بايدن طالب منا في شهر خمسة انك تعمل سلام وانت رفض كنا اخدناهم هم احياء صحيح ده تحليل اخساره ليه فهو هيستنى حد ما تخلص العملية اقولهم هاتوا بقى ونتبادل تضيع مع السلام ده تحليلي عشان كده انا انا ده تحليل الشخصي خلاص فهو مش عايز يعمل الكلام ده طب نشوف النهاردة مشكلة الجنوب لبنان الصورة التانية ايه ده جنوب لبنان حماس او حجب الله عنده ثلاث فرق عزيز ونصر وبدر ودول اللي موجودين النهاردة في جنوب لبنان وهي دي المشكلة خلاص ايه نشوف الصورة التانية اللي فيها الحل اللي باللون الاحمر ده اتامر جنوب لبنان اما تسمع بقى الجنوب اللبناني الجنوب اللبناني ده اللون الازرده وتلاقي ساعات بيقوله الخط الازرق لها الحدود ما بين اسرائيل ولبنان خلاص فوق نهر اللي تاني ممبت بيقول ايه ان يتواجد في الجنوب اللبناني الجيش اللبناني واليونوفيه اللي هي القوات بتاعم امم والتاحدي حفظ حفظ السلامة لكن النهاردة مين اللي قاعد في الجنوب اللبناني حزب الله فعشان كده بقولك ان النهارة الان ناتنياهو لن يهدق له بال الا ان يدمر القوة العسكرية وليس حزب الله يدمر التحicken ويرجع حزب الله nyاتنياهو نهر اللي تاني. عشان كمان يعرف يرجع المستوطنين بتوعه الى شبال اسرائيلي. بس انا اقول عليك. ايه دي حجة. انه انا عايز ارجع المستوطنين. اه. فحزب الله يرجع. وده طلب الحكومة اللبنانية. حكومة اللبنانية النهضة بتلك انها نفذ القرار اه 1600 واحد. اه 1600 واحد. تمام? اللي هو بيقول الكلام ده. صح. فهذا الكلام لن يتم سلام من من يتنياهو. الا تاني. اذا قضع القول العسكرية ورجع عزب الله بعد ايه? نهر اللي تاني. نخش على ايران. ايران دي المشكلة اللي في المنطقة. خلاص? حلو. ايران انا كان نفسي اجيب الصورة معلش انا غلطة برضو. ايران عايزة تخش النادي النووي. النادي النووي في العالم تسعة. صح. امريكا انجلترا فرنسا روسيا الصين باكستان الهند اسرائيل كوريا دول التسعة. ايران عايزة تخش تبقى العشرة. العالم كله بيرفض اي دولة جديدة تخش النووي. ها. لدرجة المانيا بقوتها ايه? ما تخشيش نووي احنا بنحميكي. انت تحت المظلة النووية بتاعت الناتو. ايران بقى تمنتاشر سنة بتتحمل الضغوط والعقوبات الاقتصادية. تجميد اموالها. ايران لها مية وخمسين مليار دولار في العالم كله مجمدة. كان حرابيات. السنة اللي فاتت كان فيه خمس امريكان مسجونين في ايران. صح. ايه واحد بتاع حشيش واحد انت مهم. عشان يخرجوا امريكا افرجت عن خمسة مليار لايران موجودين عن كوريا الشمالية. كوريا جنوية. يعني ايران يعني النفر بمليار. الفرض بمليار. النفر بمليار دولار. اه اه امريكا لا اسطوب بتاعها ان المسجون لازم يخرج. كويس. خلاص. فانا عايز اقول ايه ان ايران عليها ضغط كبير جدا الفترة اللي جاية. طبا ايه. فا اول حاجة ان طبعا نتعني اه اه قصد ترامب التعارف هو لغى الاتفاق خمسة زائد واحد. مزم. اللي كان من خمس سيني اللي عامله اوباما. وقال ان الكلام ده هيشلي ايران تطلع القنبلة النوية. اه. 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 ولو سبحت لي حتفق مع التحليل كمان انا رحية متفق معها. وهي فكرة انه ايران عاملة خلال السنة ونص اللي فاته حالة ضبط نفس وما بتردش بجد على الاعتداءات والاستفزانات الاسرائيلية. بس عشان هي مستنية تتمم مشروع النفر. الله نعلم. وده وده اللي حنقوله. اه. طب ايران طب هل يعني ترامب لو تهور وقال البنتاجون اضربوا ايران. حيرفضوا. حيرفضوا. اه. لان العملية دي لو ضربوا ايران وضرب المفرعات النووية ايران بقى خلاص هتبقى حرب اقليمية. صح. هتبهدل الدنيا. مش هتبقى على حاجة ساعتها. اه. فبالتالي دلوقتي احتمالات كبيرة ان اه ترامب هيزود العقوبات الاقتصادية على ايران. طب ايران في الموضوع ده هتعمل ايه. هي الوقتي عايزة تستمر فيه انتاج الكنبلة النوية. وده هدفة باللقات 18 سنة عايش عليه. اللي انت بتقوله ان امرة اتنين عدم القيام باي عملات هجمية ضد اسرائيل. طب ده اه اخمقني كل شيء قلحة نضرب. كل ده في الهواء. لكن زي ما انت قلت لن تقوم ايران باي عمل عدائي ضد اسرائيل. اه. وفاكر لما ضربت المرة فاتلت متين وعشرين صاروخ. عورت بنت. ايه. بنت في صحراء النقب. وهي اصدق. يا فند. ده انا اطلعت قلت في. اه اه مزبوط. ان الرأس. يا فند بتبلغت اسرائيل ابلو ما تضرب. خلي بالك انا حضرب السبت الساعة 18 الضهر. تمام. فعشان كده لو اسرائيل حاول تضرب بقى. اه. ايران عندها قوة كبيرة جدا. اولا ايران هتضرب اسرائيل. وحتضرب المصالح الامريكية في المنطقة. مفهوم. بص السورة التانية بقى. اه. سورة التانية ايران بتتحكم. انا الفكرة دي في قيتي. مسلس المضايق في المنطقة. مضيق هرموس ده بتاع مين? ايران زي احنا كانت السويس بتاع مين? مصر. فمضيق هرموس. وبعدين باب المندب مسيطرة عليه بالحسيين. يبقى انت تلت الطاقة في مضيق هرموس بيعد من هنا. فوق. صح. خلاص? مين المصادر عليه? ايران. اذا لو قامت حرب اقليمية في المنطقة. الدينة هتتهزوا. لا لا. مليون في المية. امريكا هتوافق على كده. لا. واسعار البترول تزيد. اذا بالتالي هم مسكين العنق الاثنين. لا. بتاع الطاقة. فعشان كده هناك ليس. لا يقدروا يعملوا تهديد حقيقي. اه حقيقي. فعشان كده امريكا لزبط العملية. هي يوم ما اسرائيل حبت تضرب اه ايران. كان بلينكين وزير خارجية عندهم بالليل ايلي هي لزيارة رقم 11. حتى في ناس قالت ما جاش مصر يا عم واجه عشان هدف. جاي يقول يا اسرائيل ما تضربيش المفاعلات النوية. ورجع. مفهوم. يعني العشر الزيارات اللي فاتوا كان اسرائيل ومصر. اسرائيل ومصر. صح. انما المرضي كان جاي لهدف يا اسرائيل ما تضربيش النوية بتاع ايران. طبع. وده اللي حصل. صح. طيب. خلش على مضوع اليوم التالي. ايه اليوم التالي? او ده دي افتر. اه. عارف ان استيدو جات من اين? برضو شوية معلومات كده للاستاذة المشاهدين. صدر. اه هو مين اللي قضى على القزافي? امريكا والنيتو. صح. بعد خمس سنين ما حصلت القضية دي. البرلمان في انجلترا جابه وزير خارجية. لان انجلترا لقت لها عند القزافي سبع مليار جنيس تلليني. القزافي راح مش عارفين يجيبوه. ام. فجابه الوزير خارجية قالوله تعالوا. لما انتو جيتوا تمشوا اه القزافي حتشلوه. ما فكرتوا افتر قزافي? مين اللي حيجيه بعد قزافي? هاتو احمد عدد ابراهيم عبدالساميح اي حد? بس انتو كان كله هدفكو انكم تمشوا القزافي. ما فكرتوش بماذا سيحدث بعد مشان القزافي. صحيح. او ده ده افتر او بيسموه الوقتي اليوم التالي. من هنا بدأت الفكرة اول ما اسرائيل دخلت غزة. اه. وعشان كده وليام بيرز مدير السي اي اي الامريكي. وده بعتبره دائما هو نمرة اتنين في امريكا. لان امريكا ما عنداش رئيس وزارة. في رئيس الجمهورية الذي يتخذ قاردة راسية بعديه. وليام بيرز مدير السي اي اي. جزر مصر. وقابل سيادة رئيس السي. وقال له احنا بنفكر في اليوم التالي. بعد ما اسرائيل تشيب غزة. مصر تدخل تقعد ستة شهور. وتعمل انتخابات لعمل وزارة تكنقراط في هذا التوقيت. وحندفع لكم فلوس. مليار دولار. وحنديكم معدات القوة اللي حتخش دي حوالي اليوم. ميكانيكي ده حاجة كبيرة. سيادة الرئيس قال لا. اللي يحكم غزة بعد اليوم التالي السلطة الفلسطينية. اه. تمام? فبالتالي احنا برا. احنا من لن نتدخر في هذا الموضوع. واثر سيادة الرئيس من يوم. طب ايه اللي عملنا عشان الناس تقول لك مصر بتعمل ايه? الاسبوعين اللي فاتوا. تعمل ايه ده اللي حرك قلته ده الوحده كفاية. اللي حرك قلته دلوقتي ده. لسه التالي بقى. لوحده كفاية في فكرة استقلالية القرار الفلسطيني وعدم يعني تدويل القضية او التدخلات. الله ينور عليك. وستر احنا ليه? فيه شعب وفيه حكم. صح. الاسبوع اللي فات ايه اللي حصل في مصر? المخابرات العامة جابت فتح وحماس. تعرف الاتنين دول على خلاف. مزبوط. فتح مختلفة مع حماس. برضو نواصلح للشيادة المشاهدين. ليه? فتح متفق على ان الحل القضية في الى الدولتين. دولة اسرائيلية ودولة فلسطينية غزة والقطاع عاصمتها. والده يجي عن طريق التفاول. حماس لك لا هي دولة واحدة. اسرائيل الدولتي. صح. والطريق عن طريق المقاومة المسلحة. المقاومة المسلحة. فاحنا الاسبوع اللي فات المخابرات العامة جابت الطرفين. وقالت لهم نقعد عشان نشوف غزة مين هيسيطر عليها. اي. لان برضو احنا عندنا نقطة ضعف. الغرب وامريكا يقول لك اما نعود نكلم ع الفلسطيني نكلم عمين? صح. مع حماس في غزة ولا مع السلطة في رمالة في الضفة. فبالتالي مصر نجحت انها تتجمع الطرفين. واتفقوا ان بعد ما اسرائيل تمشي. هتشكل حكومة او ادارة مشتركة اساسها السلطة الفلسطينية. تمام. والذي سيدير المعبر رفح السلطة الفلسطينية. تمام. فبالتالي اقول ل الناس ده عشان نعرفه مصر عملت ايه? لا احنا عملنا كتير. تمام. خلاص. بس احنا منتظرين ان الجانب اسرائيل اللي يوافق. يوافق ضرب. يوافق كلامنا. انما مصر بترفض التدخل. خويس. في اهزا الموضوع. طيب. الموقف في لبنان. اه. وهو اخطر المواضيع حاليا. اه. الموقف في لبنان يا تامر. اه. لبنان في مشكلة. مشكلة كبيرة. صحيح. واسرائيل تعدت اللي قلت الجنوب اللي الخريطة اللي احنا شرحناها. وبدأت تضرب في بيروت. لان برضو المقامل في الفلسطينيك مش حاطين بس في الدعو. اه منتشرة طبعا. فقدروا بعلبك. يا رجل دول قالوا بعلبك فرضوا السكان. من الاسبوع اللي فات. اه. قالوا السكان افضوا. فالموقف في لبنان. لبنان عايزة تطبق القرار الف سبعمية واحد. وده حقا. ان لا يتبقى في الجنوب اللبناني سوى الجيش اللبناني. واليونيفيل. امم المتحدة. صح. اه. برضو لازم لبنان. لبنان بقى سنتين مش عارفة انتخاب رئيس جمهورية. فلازم يتم انتخاب رئيس جمهورية. ده كان حزب الله طبعا مانع. صحيح. وايران وانت عارف. فالو ان لبنان بتطلب بقى مساعدات دولية لعادة اعمال لبنان. لبنان اتبقى جيلة الفتر اللي فات. الموقف في المصري احنا بنعمل ايد الوقت. عشان ناس تبقى عارفة. واحد احنا بنبذل كل الجهود لوقف اطلاق النار. ليه? عشان ندخل مساعدات انسانية يا تامر. الوضع في غزة سيء. سيء. احنا عايزين اي وقف اطلاق النار. سنت رئيس قال اربعة ايام. ندخل شعونات اكل للناس. الناس هتكل بعضيها جوه. فده الهدف الوحيد في مصر. مصر النهاردة عايزة اه اه تؤكد على انسحاب اسرائيل بالكامل من غزة. وعايزة ان سيطرة المعبر بتعرفها بتاعنا. مصبوط. هناك من مين? من السلط. صح. مصر هتستبرر في اداء مهمة التفاوض. انت شفت مبالح. قطر عملت ايه? مصبوط. انسحبت. قطر ايه? قطر اقيت لك انا من من بكرة. مليش علاقة بالمفاوضات. واطلعت نفسها. اخر حاجة بقى الحرب الروسية الاوكرانية قدامنا خمس دقايق. قدامنا تلاتة. تلات دقايق. يلا. اه الحرب الروسية الاوكرانية طبعا اه فيه حاجة مهمة. ان جو بايدن تطاول على اه الرئيس بوتن امريكي الفترة اللي فاتت. ونشوف الصورة اللي بعدية على القل بس لو سمحته. انه قال عليه انه ديكتاتور وقاتل. اه. وسفاح ومجنون في في البتاع ده. حصد. فبالتالي الامور تأزمت. مه. لكن لكن النهاردة بوجود ترامب وكان له علاقات. فاعتقد انه حيحاول يحل المشكلة بتاعت الحرب وهيوقف الحرب. طيب. انا عايز بس اه بعد نسيادتك اه بعد الشرح الوافي ده طبعا اللي بحييك ومشكرك عليه والصورة كاملة في شكل العالم وملفات الصراع والتوتر في العالم بعد وصول ترامب الى الحكم ودي كتنقطة مهمة وفيها اه اسئلة كتير عند سادة المشاهدين. بس في سؤال اعتقد ان يماما حناك تكون برضو تعرضت لي انا عارفت حناك متابع وبتشوف السوشال ميديا ووكالات الانباء وما الى ذلك. الحادث اللي عملته اسرائيل في استهداف بعض عناصر حزب الله عن طريق موضوع البيتشر وتفجيل البيتشر. اه. وانت فاكر حالك منها كانت عملية مخابراتية طويلة الامد. دون قعدوا قبلها بتلات سنين واسسوا الشركة مش عارف فين وعملوا ايه والصفقة فين وفيها عملاء. بصراحة قصة مخابراتية يعني نجحة للمساد الاسرائيلي لازم لوحد يعترف يعني. لكن في النهاية نجحت وتقريبا قضت على عرض كبير جدا جدا تلاف. اه. منهم قيانات مهمة في. ده سفير الاران. اه صحيح صحيح في لبنان اعتقد. في لبنان. هو السؤال هنا. هل احنا كمصر منتبهين الكلام ده? يعني على علم بما تفعله المساد والتيكتيكات دي وبتاع لانه حياة في ظل الثورة الالكترونية الامن القومي لكل دول العالم دلوقتي بقى مهدد بشكل كبير. تمام. انا سألته مرة في حتة برضو. اه تسألته. اه اه. الناس بتقول احنا خايفين على جيشنا. انا عايز اطمي. خايفين على بلدنا كلها. على بلد. اه. بص يا تامر احنا اول درس كانت مشكلة اتعلمناها في سبعة وستين. ارغي مشيطة انتقول لك الحرب بتعلم الحرب. لقينا اسرائيكا في سبعة وستين كانت نزل عند الحسنة بعت الدورية عشان تخش على عقدة مواصلات وتاخد منها تاخد منها? اتصال. اه. عشان يبقى كل اتصالات بعت الجيش وكان يهمها كله خطوط. ايوه صح صح. فمن هنا بدأنا بقى. احنا كل سنحة بيجي من بره. مفيش حتة سلاح بتخش مصر الا ما تتفصص حتت وتركب تاني. مثال. عشان اه اضاع الموضوعات. عندنا احسن ورش موجودة في كل الاسلحة. حنقول فرقاطة. وصلت اسكندرية جاية من المانيا. مية المية فيه صغابة دخلت هناك. الرادرات بتاعت الفرقاطة بتتفكي من الفرقاطة وتنزل. اه الورش بتاعة الدفاع الجوي. تتفكي حتة حتة. يا سلام. مش عشان مش عشان انها تت. لأ. ده ممكن يحط في حاجة اه ترانسميشن. طلقت هدف يروح له من ناحية تانية. طبع طبع. بيتفكي بالمصمار. خلاص بتاع 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 يتفكي زي ما هو ويطلع ورش الاسلحة والزخيرة بتاع القوات المسلحة. الاشارة والاتصالات تروح لورش الاشارة. كل ده. بتتفلى. بيت. واحد صاحبي بيحكي لي بيقول لي. انروح تشوف الفرقاطة اللي جاتجينا من المانيا. انا لقيت جسم. فيش علي حاجة. كله تفك. وراح. وبعدين بتاخد بتاخد ختم الكنترول من هيئة التسليح. ان المعدة جاهزة للاستخدام وليس فيها اي شيء. احنا مش خايفين انها حتتضرف لا. احنا خايفين انها يحصل تشويش. يعني الفرقاطة ماشية. وحصل تشويش ع الرادار. مش هتشوف انا طيارة. فجأة تلاقي بتلاقي فوق ضربها. صحيح. فاحنا كل سلاح بيجي مصر بيتفلى. 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 يا جماعة جيش بتاعنا احنا اه جيش جيش عزيل. بيتفلى حتة. وتتفسص طيارة بتتفسص. البودي. بيقعد اه اه في ورش القوات الجوية وتشوفوا حتة حتة. كله ده بيتعمل. حتى لو كانت جاية من دولة صديق. ما ناجدها صديقة. لا لا الكلام ده عندنا بقاله فترة. ولكن بنطمن كل الناس. شرفتني ونورتني ودايما بنسعد وبنستفيد يا سبيل. شكرا جزيلا نشوفك على خير قريبا باذن الله. شكرا لحضراتكم ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه القراءة التحليلية استراتيجية. نروح لفاصل وبندل الختام. واقول لكم سلام.